بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله للجلال والإكرام الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الكرام أهلاً وسهلاً بكم طلابنا الأعزاء في هذا المقرر 103 سلم الثقافة الإسلامية سنتحدث في هذه المحاضرة وما يليها عن تفسير بعض آيات من القرآن الكريم وأول هذه الآيات التي ستتحدث عن العقيدة والبعث والجزاء من خلال صدر صورة الحج وسيمر معنا من خلال ما ذكرناه من المنهج في التفسير وطرائق التفسير هذه الصورة التي معنا هي صورة الحج أين نزلت هذه الصورة؟ اختلف العلماء رحمهم الله هل هي مكية أو مدنية فأخرج ابن مردويه ويقال أيضاً ابن مردوية وهما لغتان عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الصورة بالمدينة وورد عن بعض العلماء أنها نزلت بمكة يقول القرطبي رحمه الله وقال الجمهور وقد حكى رأي الجمهور إن الصورة مختلطة منها ما هو مكي ومنها مدني قال وهو الصحيح قال الغزنوي رحمه الله وهي من أعجيب الصور نزلت ليلاً ونهاراً أي منها آيات نزلت في الليل وآيات نزلت في النهار سفراً وحضراً مكياً ومدنياً سلمياً وحربياً ناسخاً ومنسوخاً محكماً ومتشابهاً هذا نستفيد منه في علم الناسخ والمنسوخ وفي تدرج الشريعة والأحكام ونحوها كما هو القول إذن هذه الصورة قيلة نزلت في المدينة وقيلة نزلت في مكة كما هو مروي أيضاً عن ابن عباس إلا ثلاث آيات منها وقيلة أربع ماذا ورد في فضل هذه الصورة؟ ورد في فضلها ما أخرجه أبو داود في المراسيل والبيهقي عن خالد ابن معدان ابن معدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت أو فضلت صورة الحج على القرآن بسجدتين وهذه الفضيلة حسنها بعضها للعلم بالشواهد التي رؤيت عن كثير من السلف في هذا الباب غير أن ما أسلفنا في الفضائل المعتبر ما هو في الصحيح ونحو ذلك والمسانيد وما صحهاه أهل العلم ننتقل إلى الآيات العشر من صورة الحج وسنقسمها على محاضرتين يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أول الوقفات ما مناسبة هذه الآية من خلال التفسير ما مناسبة هذه الآية لما قبلها المقصود بالمناسبة الصلة لهذه الصورة بما قبلها وهو تناسب الصور عندنا تناسب للصور فيما بينها الصور بالسابق أو اللاحقة ما الصلة بينها كذلك ما هو الصلح بين الآيات وما بعدها أو الآية وما قبلها كما سيأتي معنا مناسبة الصورة لما قبلها كما ذكر العلماء لما سبق الكلام وتقدم الكلام وانجر الكلام كما يقال أيضا في خاتمة الصورة المتقدمة إلى ذكر الإعادة وما قبلها وما بعدها أي البعث والجزاء بدأ سبحانه في هذه الصورة بذكر القيامة وأهوالها يعني بعد مبعث الناس ما الذي يكون؟ بدأ بذكر القيامة وأهوالها حثا على التقوى التي هي أنفع زاد فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم أي احذروا عقابه بفعل ما أمركم به من الواجبات وترك ما نهاكم عنه من المحرمات إذن هذه هي التقوى هذه الآيات قيل لها سبب نزول وسبب النزول مهم جدا مفيد معنا في معرفة الآية كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية دائما إذا وجدنا آية ولها سبب نزول فهذا السبب نزول إذا صح فهو معين على فهم الآية فعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر فقال أتدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار قالوا قال يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار تسعمائة وتسعون إلى النار يعني الناجي واحد وواحد إلى الجنة فأنشأ المسلمون يبكون يعني فابتدر المسلمون بالبكاء خوفا وإجلالا لذلك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا وأبشروا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيأخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال إني لأرجو أن تكون أو أن تكون ربع أهل الجنة يعني كانوا خائفين في واحد ينجو فقال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا يعني قالوا الله أكبر تفاؤلا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال ولا أدري قال الراوي الثلثين أم لا إذن هذا الحديث أخرجه الترمذي وصحاحه وابن جرير وابن المنذر عن عمران بن حسين مرفوعا وقال في آخره اعملوا وأبشروا في رواية أخرى فالذي نفسه محمد بيده إنكم لمع خليقتين إلى آخر ما جاء في الرواية لفظ الناس نرجع إلى الغريب ما معاني الكلمات والمفردات وشرحها لفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن سيوجد إذن يا أيها الناس الناس مأخوذ كما قال أهل اللغة من النوس وهو الحركة وليس من النسيان إذن يا أيها الناس يشمل جميع المكلفين لأن في بعض المواطن يا أيها الناس يراد به الكفار فهنا يشمل جميع المكلفين يشمل الإنس والجن يشمل المؤمن والكافر ونحو ذلك ومن وجد في نزول الآية ومن سيوجد بعدهم اتقوا ربكم لماذا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم جملة إن زلزلة الساعة شيء عظيم ما الذي تفيد هذه الجملة؟ أنها جملة تعليلية لماذا نتقي ربنا لأجل ذلك اليوم؟ إن زلزلة الساعة فإذن تعظيم لما قبلها من الأمر بالتقوى طيب ما هي الزلزلة في اللغة؟ هي شدة الحركة إذن في غريب الألفاظ الزلزلة على وزن فعل له إذن من شدة الحركة وأصلها من زل عن الموضع أي زال عنه وتحرك وزلزل الله قدمه أي حركها وتكرير الحرف زلزلة يدل على تأكيد المعنى فعل لا وهو من إضافة المصدر إلى فعله وهي على هذه الزلزلة هي أحد أشراط الساعة التي تكون في الدنيا قبل القيامة وهذا هو قول الجمهور إذن هذه الزلزلة ليست الزلزلة الدنيوية المعروفة وإنما هي الزلزلة التي تكون في نهاية أمر الدنيا وقيل الزلزلة في عرصات يوم القيامة في ساحة المحشر وذلك لما يحدث في هذا اليوم من اضطراب وخوف وهلع واستدل لذلك بما سبق في الأحاديث وهذا القول رجحه ابن كثير لكن يمكن الجمع بين القولين بأن هذا في آخر أيام الدنيا وأول أحداث يوم القيامة يعني تكون هنا زلزلة فتكون في آخر أيام الدنيا هذه الزلزلة ويكون الأثر في أول أيام الآخرة والله أعلم قوله يوم ترونها ترونها ما عود الضمير في ترونها الضمير يرجع إلى الزلزلة أي وقت رؤيتكم لها ما الذي يحدث تذهل كل ذات رضاع عن رضيعها وتغفل عنه وقيل تذهل بمعنى تنسى وقيل تلهو وقيل تسلو وهذه المعاني متقاربة من اختلاف التنوع وقيل إنها تلقي جنينها لغير تمام يعني غير مكتمل من شدة الهول كما أن المرضعة تترك ولدها بغير رضاع وهذا المعنى غير ظاهر في المعنى تترك جنينها يعني قد تسقط جنينها لكن الآية هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت إذن هنا تناسب الرضاع ولا تناسب هذا المعنى وترى الناس سكارا فيها قراءتان سكرا وسكارا كسلا أو كسلا وكسالا أو كسلا وكسالا هنا وترى الناس سكارا يعني من هول الموقف وما هم بسكارا من الخمر إذن لما المناسبة لما نفى سبحانه عنهم السكر أوضح السبب الذي لأجله شابه السكارا فقال ولكن عذاب الله الشديد أذهلهم عذاب الله فكأنه ذهلت عقولهم نعم فبسبب هذه الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم واضطربت أفهامهم يعني أفهامهم وعقولهم كما تطيش يعني عقول السكارا من شرب بالخمر بالجامع بينهم المشترك وهو سلب كمال التمييز وصحة الإدراك بيّن بعد ذلك سبحانه وتعالى وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم من الناس هنا المقصود بهم من الكفار ومشركي العرب بيّن سبحانه وتعالى أراد أن يحتج على مؤكري البعث عندنا الآن البعث أراد أن يحتج عليهم بمقدمة تشتمل أهل الجدال كلهم فقال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضْلُّ وَهَدِهِ لَا عَذَابِ السَّعِيرِ قال ومعنى يجادل في الله أي في شأن الله وقدرته والمعنى التفسيري أنه يخاصم في قدرة الله فيزعم أنه غير قادرا على البعث بغير علم يعلمه ولا حجة يدلي بها ويتبع فيما يقوله ويتعاطاه ويحتج به ويجادل لأجله كل شيطان مريد أي كل متمرد على الله جل وعلا والمريد هو العاتي سمي بذلك لخلوه عن كل خير شيطان مريد خارع عن كل خير والمراد به إبليس عليه لعائن الله وكذا جنوده أو رؤساء الكفر الذين يدعون أشياعهم إلى الكفر ولا مانع من حمل المعنى على الجميع إذن ويتبع كل شيطان سواء إبليس الحقيقي الشيطان أو من يشبه إبليس من جنده من شياطين الإنس والجن ما سبب نزول هذه الآية التي هي ومن الناس من يجادل في الله قال الواحدي وله كتاب اسمه أسباب نزول قال المفسرون نزلت في النظر بن الحارث وكان كثير الجدال وكان ينكر أن الله يقدر على إحياء الأموات وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة الرد على منكر البعث وبيان قدرة الله وإعجازه في الحق ذكر سبحانه وتعالى ما هو المقصود من احتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدمة قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم نقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر